احبط رجال الجمارك في دائرة المسافرين في مطار بيروت محاولة ادخال كمية من المخدرات من لبرزيل عبر قطر الى لبنان وفي التفاصيل ان رجال الجمارك اشتبهوا باحد القادمين من لبرزيل عن طريق قطر وهو لبناني ولدى تفتيش حقيبة سفره ضبطوا في داخلها كمية سبعة كيلو جرامات ونصف من الكوكايين وبعد مراجعة القضاء المختص تم توقيفه واحيل على مكتب مكافحة المخدرات المركزي في بيروت لمتابعة التحقيق معه